الكنيسة في زمن الكورونا أهلا أحبائنا مشاهدينا برحب فيكم باسم الرب يسوع المسيح طبعا الكل عانى والكل لمس بشكل أو بآخر وباء عالمي اللي وصل لكل أنحاء العالم وصل لأكتر من مئة وتمانين دولة في العالم ما في دولة في العالم استثنية من هذا المرض هذا الوباء الخطير الصعب لكن كل الدول عانت منه فسؤالي أين الله من هذا الموضوع وما هو دور الإنسان إذا هذا الموضوع بل خليني أسأله بشكل محدد أكتر ما هو دور الكنيسة في هذه الأيام تجاه مرض الكورونا وأسأل كثير رح نجاوب عليها خلال هذه الحلقة أنا بدعوك اللي بتشاهدنا سواء على قناة الحياة بث مباشر أو على الفيسبوك لايف اكتب سؤالك أو اتصل بنا وبكل سرور رح نرد على تساؤلاتك كمان في هذه الحلقة وإذا في شيء معين عم بيقلق فكرك بحب كمان أسمع منك وحتى نتكلم عنه بشكل أوضح وبشكل شفاف خلال هذه الحلقة ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر دور الكنيسة في زمن الكورونا أهلا أحبائي مرة أخرى هذا الوباء يعتبر وباء خطير وسرعة العدوى تنتشر بسرعة مما أقلق الناس أقلق الحكومات وبصراحة تغير كل شيء في هذا الكون من حوالي ثلاث شهور أو شهرين ونص الدنيا كانت كلها قايمة قاعدة يعني بتذكر كنت في إحدى المطارات كان دخول وخروج الناس بشكل فضيع بشكل فعلا يعني ما شفتش شيء مثل هذا اللي شفته في المطارات الناس عم بتسافر كل مكان المطارات مزدحمة الفنادق مزدحمة المكاتب مزدحمة المناطق السياحية مزدحمة كنت في الأراضي المقدسة وتعارفين بتيج السياح من كل أنحاء العالم تزور المواقع الكتابية فبيزوروا مثلا كنيسة المهد بزوروا كنيسة القيامة في القدس أورشاليم بزوروا كنيسة البشارة في الناصرة بزوروا كنيسة العرس في قانا الجليل بزوروا جبل التطويبات وكفر نحوم حول بحيرة طبرية بزوروا قيسرية فليبوس بنياس في المنطقة الشمالية والناس طبعا بتنبهر والناس معجبة جدا والناس يعني ملاصقة أحدها للآخر البساط بتنتظر أحدها سعتين أو ثلاث أشخاص الدور في كنيسة المهد في بيت لحم أو كنيسة القيامة قيامة يسوع المسيح في القدس كان الانتظار مش أقل من سعتين ازدحام غير عادي وفجأة سمعنا عن هذا المرض وكأنه عجلة التاريخ توقفت عند هذا المرض سبب أزمة عالمية تدهور اقتصاد عالمي تدهور في أزمة صحية وما في شركة ما في عمل ما في شغل إلا يعني أكل نصيبه أقصد يعني أكل ضربة إما فقدان العمل أو خسر شيء من خلال عمله في شركة معينة أو خلال يعني الأمور اللي بيتداول فيها خلال يومه فكل شيء توقف السياحة توقفت الطيران توقف في كل يعني تقريبا في كل أنحاء العالم وحتى اللي بدي سافر فقط لأشي ضروري جدا جدا ومعظم الدول إذا أنت بتسافر لازم يعني أنا مش قادر أسافر لأن عدة دول إذا سافرت لازم أكون في الحجر الصحي لمدة أسبوعين في كتير ناس من اللي بنعرفهم أصيبوا في مرض الكورونا أو كوفيد 19 في ناس رحت للمستشفيات وفي ناس انتقلت ماتت بسبب هذا المرض فإذا السؤال دايما اللي يطرح طيب إحنا من أول التاريخ وإحنا بنسمع عن أوبئة وبالدلالة إنه الأسبوع اللي مضى فيك ترجع للحلقة الأسبوع اللي مضى اتكلمت عن الوباء في الكتاب المقدس وجبت أمثلة من العهد القديم ومن العهد الجديد عن هذه الأوبئة ومنشوف إلها دلالات وإلها طبعا بحسب الظرف والوقت والمكان وبحسب مين الحاكم أو الشعب أو الأمة والغرض من الوباء لكن اليوم برضو يعني بنسمع عن أوبئة كثيرة حدثة في القرن الماضي وفي هذا القرن وأوبئة اجتاحت يعني وحصدت ملايين من النفوس لكن شوني بميز هذا الوباء وابتدأت الناس تتساءل هل إحنا في آخر الأيام ولسيما قول المسيح واضح في عن آخر الأيام يعني بيتكلم عن مبتدأ الأوجاع رح يكون زلازل ومجاعات وأوبئة يعني بيستخدم كلمة أوبئة طيب ما هو في كل عصر وفي كل زمان وما في قرن مضى إلا شفنا وباء اللي بيجتاح وبيحصد عدد كبير من السكان هذا الوباء خطير جدا لعدة أسباب السبب الأول يعني ما بنعرف عنه كتير يعني الوباء يمكن سمعنا أنه جاء من الصين لكن ما بنعرف يعني لسه عم بيحلله لسه عم بيحاولوا يكتشفوا شو السبب شو المسبب وفي نفس الوقت بيحاولوا يكتشفوا طيب شو العلاج اللي ممكن نتناوله حتى نمنع من هذا المرض وهل وهل فيه رح يكون تطعيم يعني ضد الفيروس رح يكون أي شيء يعني نتعطى اللي يمنع تقدم هذا الوباء فيروس مخفي وعم بيأثر على كل العالم ودول بتحط قوانين صارمة إنه لازم يكون في مسافة لازم تبتعد لازم تكون مش أقل من مترين وأكتر من اتنين ما يكونوا مع بعض لما عملوا شوي تخفيف الأمور خمس أشخاص ويمكن في بعض المناطق في الأراضي المقدسة فتحوا للكنيس تفتح بحيث أن العدد يكون ما يزيدش عن الخمسين شخص وهكذا طبعا نفس القصة في كل مكان بحسب هذه الجائحة التي اشتاحت العالم وبحسب المنطقة فلي بميز هذا المرض أنه ما كانش في بقعة جغرافية محددة مثل الطاعون مثلا في مكان معين أو الفلوانزا الإسبانية أو إلى آخر كوليرا طاعون أمراض أخرى سارز إلى آخر هذا المرض أثر على كل العالم يعني من شهرين ثلاثة كانت الدنيا كلها قايمة قاعدة واليوم هدوء غير عادي وأغلب الناس طبعا جالسة في بيوتها فإذا الأوبئة قديمة كانت في بقعة جغرافية تشتاح منطقة كاملة لربما خمسين مليون وأكتر من خمسين مليون شخص لكن اليوم أحبائي بسبب الصفر يعني تنقلات الناس الناس كلها بتتنقل وأشغالها بطلت في بقعة جغرافية محدودة صار الكل يسافر فمما يسبب انتشار هذا المرض في كل أنحاء العالم أكتر من مية وتمانين دولة شيء تاني تواصل يعني النقل والتواصل اليوم بيختلف عن أي زمن عن أي عصر مضى خلال دقيقة الخبر ممكن يوصل لكل أنحاء العالم كفيك يعني اللي بيكتبوا عن هذا المرض من سواء يعني متخصص أو غير متخصص طبيب أو غير طبيب الكل بيكتب والكل صار مختص في هذا الموضوع فعندك معلومات شائكة معلومات أحيانا مضللة وأحيانا صحيحة والناس ضاعت بين المضلل وبين الصحيح شو هو الجواب الصح أغلب الناس عم تسمع للحكومة لأن الحكومة بتأخذ من مصادر موثوقة من أشخاص أطباء متخصصون في هذا الحقل وبناء على هذا الموضوع يقول سكروا الكنايس سكروا المساجد سكروا حتى مناطق الألعاب الكرة القدم وكل أنواع الألعاب السينمات سكروا الأماكن الاماكن الاجتماعية الباركات كل مكان وصار فيه محدود مش بس المسافة لازم تكون لابس كمامة وكل ما بتلمس شيء لازم تغسل بالصبون يعني عم منرجع لفكرة الأولاد لما بتحكي مع أولادك غسل إيديك بالمية والصبون واليوم قرأت مقال باللغة العبرية اللي هي ترجمتها بالعربي من يصعد إلى جبل الرب مين اللي بروح لمحضر الله النقي اليدين فحطين يعني حطين الآية بس هي بتتكلم عن شيء روحي لكن عم نسمع كل أنواع التعليمات وطبعا الناس في منها صارت تعصب لأنه مش معتادي أن تقعد في البيت لمدة شهرين أو ثلاث شهور المشاكل النفسية عم بتزيد المشاكل الأسرية عم بتزيد لأنه حتى في البداية كان شيء حلو جميل أنه كل العيلة تقعد مع بعض وفي كتير ناس بتنمو روحيا بقراءة الكلمة وفي ناس بتبحث ليه الأسباب وشو اللي عم بصير معنا بس لما طال الموضوع عم بتسبب أزمات نفسية مشاكل أسرية مشاكل في القلق مشاكل في الخوف الناس خايفة بصراحة وخايفة وبحق لها اتخاف وناس خايفة من المجهول خسرة أشغالها الأبواب مش مفتوحة كل ما يحلل أمام مش عم بعطوك يعني هو في نور في آخر النفق لكن مش عم بيعطوه بداما بيرده عليك أجوبة سياسية يعني لازم شوي شوي وهكذا لكن مش بيعطوك شيء محدد فالسؤال أمام كل هذه الأمور ما هو دور الكنيسة في زمن الكورونا ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحبائنا مشاهدينا ما زلنا نواصل حديثنا عن دور الكنيسة في زمن الكورونا بعد شوي رح نسمع لأخ مكالمة من الأخ إهاب عطية هو خادم للرب عنده دور كتير كتير جميل عم بيدعو كل القساوسة وخدام الرب والكهنة في منطقة كندا للاجتماعات للاجتماعات وبالتحديد اجتماعات الصلاة مما تمكن المحبة والوحدة والتواصل بين الكنيس لأنه ما هو عمل كنيسة واحدة هو عمل عدة كنائس محلية التي تقوم في دورها في نفس المنطقة فلما بتجهز المكالمة رح أكلم الأخ إهاب بعد قليل لكن مثل ما ذكرت أحبائي أن هذه الجائحة مش كانت في بقعة جغرافية هي انتشرت في كل أنحاء العالم وبما أن الناس كلها بتسافر فكانت سرعة انتشار الوباء صار أو صارت بانداميك صارت عالميا وفي نفس الوقت وسائل الإعلام اللي بتتكلم عن هذا الموضوع في كل مكان مما طبعا الناس بتشاهد الشاشات أو بتسمع عن طريق التواصل الاجتماعي عن هذا الموضوع بس أنا حابب كمان أنه تسمع من أشخاص اللي الله عم بيستخدمهم يعني رح نسمع على الأقل من شخصين اللي الله استخدمهم خلال هذه الأزمة وهذه الأزمة طبعا يعني كتير مرات احنا منشوف السلبيات لكن من ناحية تانية بتشوفوا كمان الإيجابية من طبعا المحبة والوحدة والشركة في الصلاة حتى لو ما كانوا مجتمعين يعني مع بعض لكن اليوم التواصل يعني التواصل صار أسهل كتير ناس بتستخدم الفيسبوك في ناس بتستخدم الزوم عن طريق زوم أو وسائل أخرى اللي بتتواصل فيها بعضها مع بعض وهذا كمان سبب انتشار البركة وانتشار رسالة الرب في كل مكان كان في تسكير للكنيس بس كل كنيسة محلية عم تستخدم التواصل اما عن طريق الزوم أو وسائل أخرى وعم تتكلم لمشاهدين ومش بس أعضاء الكنائس هذه فتحت كمان فرصة أن ناس تانية تسمع رسالة الرب من خلال هذه الوسائل التواصل مع الناس أحبائي خليني أخد المكالمة من الأخ إهاب عاطية أهلا وسهلا أخ إهاب انت معان على الهوى أهلا أسيس نظار أتمنى تبقى بخير وسلام أشكرك على كل تعبك ومحبتك وخدمتك حبيبي إحنا منشكرك يا أخ إهاب إحنا منشكر رب من أجلك وعلى العمل الجبار اللي عم بتقوم في منطقة كندا عندي سؤال أخ إهاب يعني هو الموضوع دور الكنيسة يعني في زمن الكورونا وأنا بعرف أنك أنت بتدعو دائما لاجتماعات الخدام واجتماعات الوحدة واجتماعات الصلاة احكي لنا عن دور الكنيسة ولسيمة من خلال الاجتماعات اللي بتقوموا فيها أمين إحنا كلنا متهياء لمتحدين في أن دور الكنيسة لم يتغير أبداً ولن يتغير هو دايماً أنه دايماً رب يسوع قال في متى ثمانية وعوصين دوفي عائلية كل السلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا وتلميزوا جميع الأمم وعمدوهم بإسم الآب والإذن الروحي قدس وعلموهما أن يحفظوا جميع ما أصيطتهم به وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الضهر وفي دوق الموضوع دوت أنا متهياء للكنيسة محتاجة أنها تستخد مع بعض بقلب واحد زي ما أفاس الأربعة بيقول لنا فأطلب إليكم أنا الأسير في رب أن تسلكوا كما يحق للدعوة لتدعيكم بها بكل طوابة ووداعة وبالطول أنا محتملين بعضكم بعضاً في المحبة مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح بغربات السلام ومتعين هي المحبة والوحدة هو الصوت اللي بيقرب للعالم يقول إنه جسد يسوع المستيع على الأرض مازال هاي يعلن عن من هو يسوع المستيع دور الكنيسة إنها دايماً تبقى الصوت اللي بيوجه الناس لطريق الخراس الوحيد من خلال يسوع المستيع إذن نعمله ذلك إحنا نبقى مع بعض المستكدين شلدر تو شلدر كتف الكتف مع كفواتنا الخدام والكنائس والأسس إنه نبقى زي الله على المستحبين إن إحنا نعلن ماهلكوت ربنا يسوع المستيع وده بيوحدنا أكثر لما بنعمل اجتماعات الصلاة ونكتب مع بعض إن روح القدس بيشعل إلوبنا إن الكنيسة تفضل معالية صوتها ورفع رائح الصلاة في هذا الزمن وأنا بتيالي نقدر نشهد مع بعض الناس كلها إنه ربنا استخدم الوقت ده استراتيجي نقدر دور حاجة استراتيجية فعلاً الكنيسة إنها إزاي تعلن الأمل إزاي تعلن إنه فيه هو دير إنه ربنا ضابط الكل وهو ده اللي محتاجين كلنا نستطع حوله ومتيالي نشهد للوقت مرة عليها عصر تفير إنه العصر اللي إحنا فيه ده زي ما كده الكتاب يقول قالت إليكم نهاية الأزيان زي نحنا نبقى شهود عن ربنا في الوقت ده أخ إهاب خليني أسألك بشكل عملي أنت عم تدعو الكنيس والخدام لاجتماعات الصلاة وأنا عارف واحد من الناس اللي وصلتني الدعوة وأنا بأيد خدمتك مئة وخمسين في المية وبتعرف ما حبت وما عزت إليك كبير كبيرة وأنت رجل الله الله عم بيستخدمك في هذه الأيام شو الغرض من الدعوة لهذا الاجتماع والخدام اللي بتدعوهم طبعا من مختلف الطوايف حتى نجتمع مش يعني مش مع بعض في اجتماع واحد في كنيسة واحدة زي ما كنا نجتمع من زمان لكن عن طريق التواصل عن طريق زوم بتهيألة أو وسائل أخرى شو الغرض من هذا الاجتماع وشو الصوت والرسالة اللي عاوزة توصلوها للناس خلال هذه الأزمة أشكر ربنا من أجل أخويا ألبير هو العمل الكل ديت وأنا أستعب فيها على قدر الإمكان لأنه ديه جميع تقول على قلبي طول بالوقت الغرض منها أنه إحنا في أيام مباركة جدا من بنحتها نحتفل وبنحتفل بحلول الروح القدس على الكنيسة ولما حصل حلول الروح القدس على الكنيسة كلنا عارفين أنه حصل بوزنس وحصل إعلان ليسوع المسيح وأصبح فيه هناك حصاب لي فأنا مع أخويا البيض ألوبنا أنه إحنا لما نجتمع نصلي من أجل أنه ربنا يجينا نعمة جديدة من الروح القدس هو فينا لأنه ما نريد أن نمثل أكثر من الروح القدس حتى نكون لي كما كانوا سلامين بل يتعقل أكثر من اللي هو عمل سيد المسيح على الأرض فأنا نريد أن نصلي أولا كوحدة واحدة نتحد مع بعض في محبة ونعلن حدثنا كتنيفة عربية على مستوى كم هذا ونقول يا رب إحنا نحتاجين نعمة الروح القدس علينا تغمرنا وفي كل وقت نأتي بالحصاب الغرض الأساسي في وقت الحصاب آمين أخ إهاب أنا عارف أنك أنت عندك اجتماع كمان شوي بس ما تبخلش علينا إذا هذا البرنامج بيشاهدوه في كل أنحاء العالم لو أنت عاوز توصل رسالة والصوت في هذه اللحظات شو اللي عاوز توصله للمشاهدين أقول أول حاجة ألها يسوع النسيح ربنا سيوحاني 14 يقول إذا كنتم تحبونني فاحفظوا وطياروا وأنا أطلب إلى الآن فيعطيكم معزيا آخر ليأمكس معكم إلى الأبد روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لن يراه ولا يعرفه وأما أنتم فتعرفونه لأنه باكك معكم ومهتم فيكم أنا أبداعوه لإخواتي اللي في العالم كل المؤمنين إنه ده وقت أن تتعصيه أمام الرب بالكلمة وتطلب الروح الخدس وتطلب معيته وتطلب أنه يغمره يمثلك فيك وتصبح ليه يدك عائلة عائلة لأنه ربنا أصطينا أنه نبقى ملوك وكهنة فملوك وكهنة نقف عن الأرض اللي إحنا فيها عن كل ما ربنا دهونة يؤتمين عليه نقف كملوك وكهنة بنعمة الروح الخدس وبنعمة يسوع النسيح وهو صلي أنه أي حد لو مش عارف يسوع النسيح أنك تقبل ربنا يسوع النسيح كمخلص واتسلم حياتك وهو هيخودك إلى الراح أمين شكرا جزيلا أخ إهاب ربنا يبارك جهودك ويبارك تعب محبتك وربنا يكافأك على كل عمل خير بتقوم فيه وأكيد الرب شايف والرب عارف شكرا جزيلا أخ إهاب وربنا يكون معاك نحن نشكرك من أجل وقتك معنا ربنا يحميك ويباركك أحبائي مثل ما قلت أن هذا الوباء خطير لأن الناس كلها بتسافر سرعة انتشاره في كل مكان شيء الثاني الميديا التواصل اللي عم تعطي وعي في هذا الموضوع أنه وين بينتشر كيف بينتشر حتى بتفوت على برامج خاصة بيقولك في هاي البلد كده العدد اللي أصيب كده عدد الوفيات كده اللي يعني شفي من هذا المرض ففي شيء حلو فهذا بيقولنا الشيء الثالث أنه برضو كمان في هاي الأيام في وعي يعني في وعي بالأدوية في وعي بالبحثات الطبية كل الدول المتقدمة عم تشتغل ليل نهار في الكلينكس حتى يقوموا أو يلاقوا علاج لهذا الموضوع فبشكل يعني بشكل عام أنه اللي بميز عصرنا من خلال هذا الوباء رغم أنه خطير ومنتشر بس من ناحية تانية فيه اطمئنان أنه الأعداد أخف بكتير أنه لو ما فيش وعي فحنا بنشكر رب من أجل الجهات المسؤولة من أجل الحكومات اللي بتصهر على طبعا رعاياها وعلى سكانها اللي بنسمع منهم ومنحاول نمشي بحسب القوانين اللي بحطوها لإلنا لخيرنا ولمصلحتنا أيضا معي كمان مكالمة مع الأب بشوي سلامي الأب بشوي سلامي أهلا وسهلا فيك أهلا بك أخي نظار فرصة سعيدة أنا أسمع صوتك أنا كتير كتير فرحان من أجل يعني لبيت الدعوة خلال دقيقة ربنا يكافأك ويباركك على كل عمل خير عم بتقوم في أبونا بشوي أبونا بشوي على فكرة هو من منطقة تورونتو راعي كنيسة ذكرني فيرونا القديسة فيرونا القديسة ماريس وقديسة فيرينا فيرينا القديسة أرتدكسية أنا يعني معجب كتير في برامج الكنيسة اللي بتقوموا فيها أبونا بشوي ولسيما في هذه الآزمة مع أنه ظروف صعبة على كل الكنيس بس أنتو أخذتوا خطوة إيمان خطوة جبارة عم تعملوا عمل روحي اجتماعي في المنطقة اللي أنتو عايشين فيها ممكن تشاركنا مع المشاهدين شو دور الكنيسة في زمن الكورونا من ناحية محلية إيش أنتو بتعملوا أبونا شكرا لك أخي نزار وطبعا إحنا بنصلي من أجل كل فرد في العالم كله يعني اتأثر بالفيروس بهوت ونطلب سلامة الكل طبعا خدمة الكنيسة خدمة مزدوجة الأول بتكون رعاية لكل النفوس بتاعة شعب الكنيسة ولكن برضو الرب أعطانا فكر أن احنا نخدم المجتمع اللي احنا عايشين فيه زي مقاة الجرمية أطلبوا سلام المدينة التي سبيتكم إليها وصلوا لأجلها إلى رب لأنه بسلامها يكون لكم سلام فالكنيسة في الفترة دي هي بجانب الخدمة الرعوية اللي بتقدمها لشعب الكنيسة ونتطمن على سلامتهم لكن برضو أخذنا فرصة أنه هو في البيئة دي هي أن احنا نقدم المجتمع اللي حوالينا قدمنا حاملة كده هوت لوجبات غزائية قدمناها للمستشفيات اللي في المنطقة قدمناها لديوت المسلمين اللي هي ضرعات المسلمين طويلة الأمد قدمناها برضو اللي هم اللي بيشتغلوا على خط المواجهة فبنقدمها أيضا للبوليس المحلي وللإسعاش والأطباء والممرضات آه كل الممرضات والأطباء وكل العمال اللي هم في خط الموجهة وهنبتدي إن شاء الله برضو من الأسبوع الجاي لقدم الوجبات دي هي اللي هم قدلها مقوى اللي هم اللي هم في البلد في المنطقة اللي حوالينا ونشكر قبل إن هي يعني تقبلت بصورة يعني جيدة جدا وحسوا إن هي يعني الكنيسة بتفكر إحنا كلنا مع بعض في الأكاديميك ده هو يعني إحنا مش مختلفين كلنا بنفكر في بعض وبنصلي لبعض وديت حاجة بسيطة بس يعني بتحسسهم إن هي الكنيسة بتفكر فيهم ومسيح بيحبهم وإن كل الأمور هتتحسن إن شاء الله من خلال خدمتكم أبونا مع كل هذه النوعيات أو الشرائح من المجتمع سواء اللي في المواجهة من الشرطة الإسعاف الأطبة الممرضات وكمان تخدموا مع الهوملس مع اللاجئين اللي أجوا على كندا والناس اللي ما عندهم بلا مأوى إيه دايما الرسالة مع الخدمة اللي بتقدموها الرسالة اللي بتقدموها للناس إحنا بنقدم لهم الخدمة دي هي بدون مقابل وأيضا بدون أي توقعات يعني مجرد إننا نقول لهم دي هدية بسيطة من رب المجدس وأنه بيحبوك وقد لوفزيو لكن التقدمة دي هي لا تميز ما بين أي إنسان والآخر ما بين أي ديانة أو أخرى أو رجل أو امرأة أو طفل أو كبير مجرد نحن بنحس نحن نسعى كسفراء للمسيح بنحط اسم الكنيسة على الوجبة وبنخلي يعني الرب هو اللي يستخدمها بأي صورة لي لأنه 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 لنحسس أي حد أنه نقدم له الوجبة من أجل أي حاجة معين ولكن مجرد رسالة بسيطة جدا وهادية جدا إنه الله فكائهم في الأوقات دي ومش نسيهم أبونا بشوي في كتير ناس عم بيسمعونا يعني خدام كنائس ورعاة كنائس على مختلف الطوايف أي الرسالة برضو اللي بتحب توجهها لخدام الكنائس في هذه الأيام أول حقيقة الفيروس بتاع كورونا أو الكوفيد ناينتين كان لهم يسوي كتير جدا في العالم ومجتمعات تهدمت لكن أعتقد فيه حاجة كويقة حصلت في الوقت ده هو أننا كلنا سيدين نفكر أننا في المواجهة مع بعض مش فرقة ما بيننا دلوقتي سواء طائفة أو دين أو مرتخضات أو اختلافات أعتقد أن الرب دلوقتي يبتدى إلونا كلنا لفكر الوحدنية وفكر الكسامح أننا ممكن كلنا نحط إيدينا سيدين بعض وناخد بالنا من بعض يعني حتى الناس كذلك ما يشوفوا بعض كان زمان كذلك مكشرين دلوقتي مبتسمين وبنقول فيه أمل يعني عايزين ندي أمل للعالم كله أنه فيه أحسن غد يعني هيجي والأمور هتتحسن ونشجع كلنا بعضنا بعض يعني أتمنى وأصلي أننا كلنا ناخد الفرصة دي هي سهلا أننا نفع حوالين نجل خلاص كل نفسنا وإحنا كلنا خراف بالنوع من الوحدان أبونا بشوي أكيد عندكو تحديات لأنه المشروع اللي بتقومه فيه مشروع جبار مشروع كبير ومش ليوم أو يومين اللي فهمته موضوع يعني رح ياخد أسابيع لربما أشهر فإيه التحديات اللي هي موجودة أمامك وإيه إحنا دورنا ممكن نعمله أنا بتكلم عن اللي بيشاهدونا حتى ممكن يساهموا أو يعني يكونوا جزء من هذه الخدمة معاك هل بتحتاجوا لمتطوعين هل بتحتاجوا أكيد من ناحية مادية في احتياجات كبيرة لهذا الموضوع لكن إذا ممكن تحكي لنا أبونا هو الحقيقة إحنا يعني من ساعة مفتدينا المشروع بهوت أو كنيسة ككل يعني من ساعة نبتدى نبنيها حطينا قدام عينينا المبدأ بتاعنا حامي أنه هو رب إلينا بيعطينا النجاح ونحن عبيدنا بخوم ولا أبني يعني أعتقد النجاح بيجي قبل ما بنبتدي في المشروع يعني رب يكون بخطط لنا النجاح طبعا بنخطط وكل حاجة لكن إلينا غاني جدا وبيساعد يعني كل إنسان بيبقى عايز فعلا يخدمه لمكتد اسمه بيعطي له كل الإحتياجات أنا يعني لا شك أنه الكنيسة محتاجة علشان تعديد المشروع ده أكتر ولكن يمكن أنا من قلبي بقول أن كل الكنيس في الفترة دي محتاجة تعديد الشعب أي إنسان على قلبه أنه هو يساعد الشعب الكنيسة الكنيسة أي مكان بيقدم خدمات لكل الناس يريد نحن نقدم تعديدات لكل يعني مش شرط الكنيسة طبعا لو حد على قلبه الكنيسات أهلا بي وبنفرح وبنتمجد يعني عمل ربنا بيمتد لكن أتمنى أن إحنا كلنا نفكر في كل الكنيس في الوقت دهوت وكل كنيسة أي مه بملكوت كبار كل الرعاء أي مه بملكوت كبار عشعوبهم والناس اللي حواليهم وربنا هيتمجد في كل الكنيس وهيكون وهيبارك وبيعود أي إنسان بيكون على قلبه أنهو بيعطي لأي إنسان محتاج أبونا في كتير ناس في هاي الأيام عندهم مخاوف وعندهم ألأ من المجهول والمستقبل إيش ممكن الرسالة اللي توجهها للمشاهدين علشان نقدر إن احنا نبص الأداء لازم نرجع على وراء ونشوف خبراتنا مع الله في السنين اللي فاتت في القرون اللي فاتت معاملاته مع البشر في الكتاب المقدس في كلمته ولازم نكون ستين ويكون عندنا رجاء وإيمان أنا عارف إنه مش سهلة في الأيام دي هيت لأن طبعا في ناس فقدوا أحبائهم وعس جالهم المرض وفي ناس فقدوا يعني أشغالهم ففي طبعا آآ ألأ لكن لما نفتكر أعمال ربنا في السنين اللي فاتت مع كل واحد واحدة مننا آآ دايما ننظر إنه هو إله الرجاء وإله الخلاص وهو في الآخر عايز خلاص نفسنا رب يريد أن الكل يخلصون معرفة الحق ويخبرون فأهم حاجة إنه نكون مركزين يعني آآ نكون عارفين سعرا اللي هي أهم حاجة اللي هي خلاص نفسنا نحن آآ ربنا كل أشياء دي هتضاف إلينا لكن لما نكون مركزين على الملكوت ربنا هيعتني بكل التفاصيل التانية في حياتنا لازم نعمل ولازم نعمل اللي علينا آآ لكن يريد نرجع تاني لكل وعوده في الكتاب المقدس نرجع لكل خبراته مع القدسين ودئي يعني ممكن أنه هو فعلا يكون متاعب أو مشاكل جسدية التي أهم حاجة هي نتنقى روحيا ويكون عينينا على السماء بهذا ننال خالص نفسنا أبو نبشوي الرب يسوع قال كأس ماء بارد لا يضيع أجره وكما قال الكاتب إلى العبرانيين صحة 6 والآية 10 لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي أظهرتموها من نحوه إذ خدمتم القديسين وتخدمونه أيضا الرب هو الوحده اللي بيقدر يكافأك أبونا ويكافأ كنستكم والعمل الجبار اللي بتقوموا فيه ولسيما في هذه الأزمنة الصعبة أنتوا غاليين على قلوبنا ومنحبكوا كتير أبونا وإلى الأمام الرب يستخدمكوا شكرا كتير كتير أبونا على وقتك شكرا أخي نزار وحادتك برضو غالي جدا على قلبي وكل أعضاء العملين في البرنامج وكل أحباء المشاهدين وربنا يبارك ويعود كل الوتعب محبة في كل مكان في أنحاء العالم يبارك الخدماتك شكرا جزيلا أبونا شكرا أحبائي نعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا مشاهدينا الناس بتتسأل وين الله أين الله من كل هذا الموضوع الله حي الله موجود الله صالح كل طرقه صالحة الله بيهتم فينا الله مش ناسينا الله عينه علينا بيرعانا ويريد الأفضل لحياتنا حتى لو مش شايفين كل الصورة الكاملة مكتوب كفوا واعلموا أني أنا الله أتعالى بين الأمم لأنه مكتوب فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما ثم مكتوب أيضا ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده في ناس بتأخذ تطرف عن الله بعيد عن الإصطلاحات اللهوتية في ناس اللي بتقولك الله هو الله هو حر هو بيعمل كل ضربة كل قضاء كل شر كله هو إله الحق إله المطلق السيادي أنه يعمل هذا الشيء وفي مجموعة تانية اللي هي أكتر يعني جماعة ما يسمى قضاء وقدر جماعة القضاء والقدر أنه مكتوب وما يعمل يعمل وخلاص وإذا الإنسان له دور هو دور وأنا مش هغير الطريق ولا هغير الدنيا ولا هغير الموضوع لكن حبائي سواء هذا التطرف لأنه يعني تقول أنه الله اللي بيجلب الشر والله اللي بيصنع البلية يعتبر فعلا إهاني لالله لأنه الله مصدر كل خير مصدر كل صلاح الشر هو من الشيطان يعني مثل ما قال الرسول يعقوب لا يقول أحد إذا جرب فإني أجرب من قبل الله لأن الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحدا ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته والشهوة إذا حبلت تلد خطية والخطية إذا كملت تنتج موتا فإذا الله لا يجرب بالشرور ولا يجرب أحد بالشرور فإذا الله واضح إنه ما بيجرب أي حد في الشر ومش بس كمان مكتوب الله أمين لا يدعكم تجربون فوق ما تستطعون بل يجعل مع التجربة المنفذ المناسب لكي تقدروا لتقدروا أن تحتملوا يعني حتى لو في تجارب وفي أمور بتصير معانا الله مش هيسمح إنك تعد أو تتخطى الموضوع أكتر من اللازم وحتى إن مرينا في أزمة مكتوب ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا فالله والله فعلا له السيادة والسلطان المطلق العالم بكل شيء لكن أحبائي الله ما هوش مصدر الشر وحتى يعني هذا بيحتاج موضوع تاني لما بنتكلم عن سماح الله كلمة سماح يعني إذا بنحاول نلقي لها كلمة يعني في العهد الجديد بإذن يعني أو أو يمكن استلاحات أخرى لأنه مرات بلوط طب ليه الله بيسمح ليه الله بيسمح في أمور كتير هي عواقب الإنسان بياخدها وبيحصلها بسبب عمله لكن من ناحية تاني عندك المجموعة التالت اللي هي مجموعة الفيتاليستك اللي هي القضاء والقدر اللي كله خلاص مكتوب وربنا عاوز هيك وكذا مزبوط خطأ بشري وفي ناس رابع بقول لك لا هذا خطأ بشري والإنسان مسؤول عنه وكله والإنسان اللي رح يعالج هذا الموضوع إحنا بنشكر الله أنه في زمن هذا الوباء أنه دائما في علاج دائما في حل في انتشار للمعرفة في عناية في وعي في وعي للناس مثل هالأيام بقول لك تلمسش غسل ابتعد إلى آخر كل هذا الوعي ما كانش بالماضي هذا الموضوع الناس تموت يعني من مهبة ودب بالألاف والملايين ومن غير ما يعرفوا ليه عم بموتوا بس اللي بميز هذه الأيام أنه في عنا الوعي في هذا الموضوع يعني بكلمات مختصرة أين الله الله حي الله موجود الله شايف الله رح يحول كل الأمور للخير والخير طبعا للي بحب الرب والمدعو حسب يعني حسب ترتيب أو إرادة الرب فالكنيسة لها دور أحبائي وهذا الدور مهم جدا الدور ما تغير دور الكنيسة هي الكنيسة جسد يسوع المسيح على الأرض فالكنيسة الممتلئة من الروح القدس هي الكنيسة جسد المسيح هذا الجسد اللي بيعمل على الأرض والشخص اللي بحب الرب فهو مكرس للرب مخصص للرب كل ما هو كل المواهب كل الممتلكات كل الإمكانيات كلها تسخر من أجل عمل الرب مثل ما سمعنا من الآب بشوي أنه ناس تؤمن بهذه الرسالة وبهذه الإرسالية فتتبرع وبتضح وبروح للناس المحتاجة حتى يساعدوهم ويسعفوهم لطبعا حتى يخففوا من العناء والمرض اللي موجود في حياتنا الله بيهتم فينا يعني حتى شعور رؤوسنا محصة وشعر مش رح تسقط بدون إذن الرب حتى الشياطين اللي كانت في لاجئون طلبت إذن من الرب يسوع نتدخل الخنازير وهكذا أحبائي تعرفوا كتير مرات في هذا الموضوع منحاول نخضع كلمات معينة في الكتاب المقدس ونصبح عبيد للعقيدة ما أقصده يعني عشان متفهمينيش غلط إنه إحنا خلاص في آخر الأيام فأنا بسخر العقيد اللي بآمن فيها أو الظروف اللي أنا عايش فيها بحاول أخضعها مع الكتاب المقدس مع إنه الكتاب المقدس هو اللي إله السلطان إنه أخضع لكلمة الله ففي تجارب وفي أزمات عبر كل التاريخ وفي مجاعات وفي أوبئة وفي حروب حدست على مر كل التاريخ فالعاوز أقوله أحبائي باختصار إنه الكتاب المقدس مش هو اللي بيخضع للعقيدة ولا للظرف ولا حتى النبوات اللي إحنا بنتكلم عنها لكن يعني لأنه إذا خضع معناته أي شيء ما حدث أو ما صار خلاص بتهز ثقتي بهز إيماني بتزعزع فبصير أتكل أكتر على الشيء اللي بأمن فيه بدل ما أنه أثق في كلمة الله كلمة الله بتعلمني بشكل واضح أنه يسوع المسيح آت عن قريب وأنا لازم أكون مستعد وكلمة مستعد كمان في نفس الوقت منشغل مش أنشغل أنت انشغل في عمل الرب لما سألوا يسوع المسيح يا رب أفي هذا الوقت رد الملك إلى إسرائيل عم بفكروا في ملكوت سياسي ملكوت أرضي لكن جواب المسيح قال ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه لكنكم ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم وتكونون لشهود في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض خل الرب هو اللي ينفذ الأوامر والنبوات احنا فينا نشتهد ونعرف يمكن الأزمنة ونميز من شجرة التين تعلم لكن من ناحية تانينا ما بجز بقول خلاص بما أنه يكثار احنا ما يمكن تيجي كمان أزمي بعد عشرين سنة ويمكن السنة الجاي تنتعش العالم أكتر من أي عصر مضى فهل نكذب الكتاب وإيماني يتزعزع لأنه أنا وثقت في الأشياء اللي بشوفها والظروف اللي عايشها والمرض اللي منشوفه أم أثق في كلمة الله التي لا تتغير الثابتة إلى الأبد يعني بكلمات أخرى الرب يسوع قال للتلاميذ اترك موضوع مجيء الرب ثانية نخلي الآب هو اللي بحدد الساعة في توقيته العمل اللي أنت مطالب فيه إنك تكون شهود شاهد للرب كارز للرب تنشغل في الرب تتكلم عن الرب تكون خير وبركة ورحمة وتكون رسالة وإرسالية تعكس صورة المسيح مجد المسيح طبيعة المسيح وتكلم الناس فدور الكنيسة هي الشهادة هي الخدمة حتى نخفف هذه الأعباء عن الناس خليني أخد مكالمة من الأخت أنجيل أهلا وسهلا أخت أنجيل أنت معانا على الهوى تفضلي أهلا أساس مزار ربي بركك شكرا من محبتك شكرا للبرنامج المبارك دول لتصلوا من أجل الناس أشكرك يا رب رب نيبالكك يا أخت أنجيل تفضلي شو على قلبك أخت نشكر للرب أنا من حوالي عشرين يوم جات لدى عهد بتاعة الفيروس أنا وجوزي وهو طيب خالص وراح المستشفى أنا أقعدت الواحدة في البيت وكانت الدول ما كانش فيه سخونة خير حاجة بسيطة بس أكتر حاجة كانت الواضحة الحالة النفسية نفسها زي ما يكون حد يعني مش قادرة تحمل حد حوالي طبعا ما فيش حد أنا الوحدي ما حدش معي خالص ممنوع حد يجي عندي علشان العدوى وبعدين يعني هقوم مسلا بس حنام زي أنا ومش قادرة أتحمل وأروح أين مفتة كده وبجري على أقلي حتة على البلكون على طالة زي أنا خالص حسن نفسيا انت عدنة جدا كان عايزة أرمي نفسي من فوق احساس صعب جدا نفسي نفسي أكتر من ذاتي وعايزة أقوم عامل مسلا الأكل بتاعي عايزة أعمل عصير لامون عايزة حاجة وأنا تعدانة ومش أدرة بشتغل غصبا عني يعني كانت فترة مضايبة جدا جدا بس أشكر الرغب لأنه بيسمع الصلاة أخوتي كلما المصحابي والقدسين اللي في الكنيسة اللي عارفوا مانا عندي أن الكورونا كانوا بيرفعونا في الصلاة أمام عقش النعمة أنا وجوزي ونشكر الرغب الرب السمع واستجاب وإله مصالح هو أخذ أجسال أخذ آلمنا و أخذ آلمنا وجروحنا على خشبة السليب في جلداته نشكر الرغب لأنه صالح لأنه هو إله كل نعمة ومعتر كل بركة الله هو الرب الشافي هو اللي بيشفي زي ما حذقية قال لي حذقية سمعت وصلاتك رأيت الزموع فأنا زي أشفيك أشكرك يا رب أشكرك الرب ما دي إيده وشفاني خالص أشكر رغبنا الكوحة راحت وكل القدر راحت والرغب عجيب يسميك بإسم الرب شكرا يا أخنا دار شكرا للبرماني ربنا يباركك يا أختي أنجيل بس عاوز أسألك كمان سؤال أنت وزوجك حاليا اتشافيته بالكامل في ناس كتير خايفة من هذا المرض إيه الرسالة اللي بديك توصلها للناس يعني خوف موجود في عالي سائح حتى بس المهم الحياة النفسية أني أعقب عناي على ذا بوافقة أني إلهي صالح وأنه هو الشافي وأنه هو المتحكم في كل شيء حتة الفيروس زي ساوي إيه علشان خاطر أخاف منه وأنه لي إله عظيم وإله قادر على كل شيء الأول حاجة أنها أفق أن أنا في يد في يد أمينة اللي ينشق على ابنه بل بجاله لأجلي كيف لا يهبني معه كل شيء كيف لا يحمي عني ولا يحقظني وأهم حدا الإيمان بالرغب أنه هو الشافي أني أنا لو أنا انتهى الأدواء وغير الدواء حينفع لكن أنا نمسوكة في يد إله عظيم وإله وحنان وإله شافي دي أول حاجة ثانيا أن أنا أمشي على التعليمات وما بقاش خايف ويعني أخذ زي ما بيقوله حاجات سخنة ونتغذى كويس هو عيد كده ونشرب حاجات سخنة كتب لي أن الفيروس بيبقى في الزور لو الزور بارد هو بيعيش أكتر في الزور لكن ما بنشرب حاجات سخنة بينزل بسرعة في المعدة ويموت نشكر الرب يعني لو مشينا حسب التعليمات وبعدين نخاف على جراننا وعلى أخواتنا وحبائلنا من الفيروس ومن حد شي لو حد يجيب لنا حاذا يعلق أهلنا في الأوقر بتاكي الشقة ويمشي علشان حرام علينا من حد يتعدي مننا والرب صالح وقادر على كل شي أنه هو يمنع هذا الفيروس وينهيه مأهئيا بإسن يسوع الرب يوضع حد للبحر وقادر يوضع حد للفيروس بإسم الرب يوضع الرب لنا صالح وقادر على كل شي إيمانك ربي باركك ربي باركك يا أخت أنجيل ربي باركك وهذا الإيمان نوع إيمانك فعلا بشجع كتير ربنا يحميك ويحمي جوزك وأولادك وبيتك والرب يباركك وتكونوا دايما مستخدمين مستثمرين لمجد الرب له كل المجد شكرا جزيلا أخت أنجيل سمعنا دور الكنيسة شفنا من الأخ إهاب أنه كيف الكنيس عم تتوحد عم بتصلي عم تطلب وجه الرب بغض النظر مين المسؤول على الكورونا الكورونا بتخليني أنظر إلى نفسي أنه فعلا أنا محتاج أتوب أمام الرب أتوب أمام الرب وبالنسبة هل إحنا في آخر الأيام دايما إحنا في آخر الأيام المهم أنك تكون مستعد لمجيء الرب والله يعني الرب رح يجي كلس يعني بساعة لا تتوقع رح يجي مجيء فوري يعني بدون سبق يعني فالرب جاي فأنت تكون مستعد عيش حياة الاستعداد والقداسة لكن الدور المطلوب أنك تكون بلسم تكون رسالة شفاء رسالة رجاء رسالة محبة رسالة أمل أنك تكون صوت بوق للحق تكون رسالة نور خلي نور المسيح يشع من حياتك يقول كتاب إن كان النور فيك ظلام فالظلام كم يكون إن فسد الملح فبماذا يملح دورنا أحباء في المجتمع إنه فعلا نعكس طبيعة المسيح وصورة المسيح رسالة وإرسالية المسيح قال يسوع العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون قال يسوع المسيح روح الرب علي مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأشفي المنكسرية القلوب في كتير ناس مكسورة قلوبها أحلامها ضايعة في كتير ناس خايفة يعني خايفة هذا شيء طبيعي أنك تخاف بس ما تخلي الخوف يسيطر على حياتك لأنه عندما يسيطر على حياتك تصبح مشكلة روحية الله لم يعطينا روح الخوف أيضا للعبودية رب يحررنا من الخوف بالامتلاء من الروح القدس روح المحبة لأن المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج ويمكن هاي الأيام تكون فرصة أنك تكلم شخص عن المسيح ممكن تكون تكون فرصة مثل ما شفنا لكنيسة الأقباط أبونا بشوي عم بساعدوا ألاف من الناس ممكن تكون فرصة أنك تسعف شخص عيلي محتاجي تبعت لهم سلة غذائية في دول كتير متضررة صعبة بيمروا في ظروف أصعب بكتير من اللي إحنا فيها يمكن لنا الأدوية وعننا الإمكانيات التقنية لكن في دول كتير بعانوا جدا فيك تكون يعني بركة وفيك تكون رسالة وفيك تكون مساعدة لأي شخص تعرفوا إحنا عارة على البرنامج إحنا فيه جزء يعني نعمل خدمات اجتماعية من ساعد مساعدات إنسانية في الدول المحتاجة فإذا الرب يشغل قلبك وطبعا إحنا مسجلين رسميا في كندا وفي أمريكا وفي أماكن أخرى بالنسبة للتاكس رسيد بس الأهم من هذا الناس محتاجة لكلمة حلوة محتاجة ليسوع المسيح فكون هذا الصوت كون هذه الرسالة كون النور الحقيقي كون النور اللي بالشع نور المسيح اللي الشع من حياتك وأنا أفحص نفسي أمام الأمور اللي عم بتصير صار عندي قلق على المجهول والمستقبل شو راك ترجع للرب التوبة للرب تقول له يا رب ارحمني أنا الخاطئ أنا بسلمك حياتي تعال أنت اللي يكون ملك وسيد ورب ومخلص على حياتي وإذا طلبت هذه الطلبة منحب نسمع منك اكتب تعليق شاركنا وابعت هذه المشاركة أيضا للآخرين والرب إيباركك اشتركوا في القناة